توالت ردود الفعل الدولية على تقرير المفتشين الدوليين الذي أكد العثور على أدلة واضحة ومقنعة على استخدام غاز السرين في غوطة دمشق تقرير المفتشين الدوليين أوضح أنه قد تم استخدام الأسرحة الكيميائية على نطاق كبير نسبياً بغوطة دمشق في الحادي والعشرين من أغسطس آب وتسبب ذلك بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين فقد رأت الولايات المتحدة أن التقرير الأممية يعزز تقييمها بأن الهجوم الكيموي نفذه النظام السوري لأنه هو من يمتلك القدرة على تنفيذ هجوم بهذا الشكل نتفهم على القبول بعض الدول لنتائج التحليل التي قمنا بها لعينات من الدم والشعر من ضحايا الهجوم في الحادي والعشرين من أغسطس أنها تحتوي على غاز السرين والآن تقرير المفتشين الدوليين يؤكد ذلك والمهم أن النظام هو من يمتلك غاز السرين ولا توجد أدلة على أن المعارضة تمتلكه لكن روسيا سارعت إلى القول إن لا دليل على مسؤولية النظام السوري على استخدام الكيموي أعتقد أنه يجب عدم التسرع في إصدار الأحكام فقد سارع بعض الأعضاء إلى اتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيموية بغوطة دمشق في الحادي والعشرين من شهر أغسطس لكن أود الإشارة إلى أنه لم تتحلن فرصة الاطلاع على التقرير بعد إدلاء الأمين العام بملاحظاته ألمانيا طالبت مجلس الأمن بالتحرك ضد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيموية كما دعت روسيا إلى التوقف عن دعم نظام يستخدم هذه الأسلحة يجب على مجلس الأمن باعتباره ممثلاً شنشعياً للمجتمع الدولي اتخاذ رد واضح ضد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيموي أما سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة سير مارك ليل جرانت فأشار إلى أن حالة من الصدمة سادت اجتماع مجلس الأمن بعد معرفة فحوى التقرير ملقياً بالمسؤولية على النظام السوري حمولة الصواريخ كانت 350 لتراً أي أكثر بـ 25 مرة من الكمية التي استخدمت في الهجوم على متر الأنفاق في اليابان عام 1995 وهي أكبر أيضاً من الكمية التي استخدمها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين ضد إيران وهذا لا يشير إلى صناعة في مزرعة بدوره اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن التقرير لا يترك مجالاً لأي شك حول مصدر الهجوم الكيموي في إشارة إلى النظام السوري ريم شنون بي بي سي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر